أهلا بكم من جديد قدم النادي الفيصلي عبر اتحاد كرة القدم طلبا لاستضافة مباريات مجموعته في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وكانت القرعة وضعت الفيصلي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه فرقات شرين السوري والسيب العماني والفائز من مباراة الكويت الكويتي والأمعاري الفلسطيني ويأمل الفيصلي بسماح اتحاد كرة القدم للجماهير بالعودة التدريجية إلى المدرجات من أجل استثمار عاملي الأرض والجمهور للمنافسة على اللقب الآسيوي الذي سبق له الضفر به مرتين يصطدف توتنم الليلة نظيره تشيلسي في ديربي لندن الذي سيقام على استاد توتنم ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من عمر الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لفريق توتنم إذ يسعى المدير الفني البرتغالي جوزي مورينيو إلى تجنب الخسارة أو التعادل من أجل وقف نزيف النقاط مجددا خاصة بعد الهزيمة في آخر مبارايتين أمام ليفربول وبرايتن وعلى الجهة المقابلة يسعى المدير الفني لفريق تشيلسي توماس توخل إلى تحقيق ثاني انتصار له مع تشيلسي بعد الفوز في الجولة الماضية على بيرنلي بثنائية نظيفة